دولة الإمارات العربية المتحدة خلق البيئة الاقتصادية المناسبة للنهوض باقتصاد البلاد وحتى المنطقة مما جعل من الإمارات منارة اقتصادية تسترشد بها رؤوس الأموال حول العالم الموقع الاستراتيجي ساهم في تعزيز دور الإمارات في الاقتصاد العالمي كنقطة انطلاق إلى العالم ويفرز هنا مطار دبي وميناء جبل علي المهمين على مستوى البيئة التجارية للعالم وما يدل على ذلك هو تواجد آلاف الشركات الصينية والهندية التي تستخدم دبي كمحور للتجارة في إفريقيا والعالم بينما يعتبرها التجار من أمريكا اللاتينية والشمالية منصة حيوية للانطلاق إلى جنوب آسيا ومجمل منطقة الشرق الأوسط ولم يكن الموقع الاستراتيجي وحده العامل الوحيد الذي عزز من دور الإمارات الاقتصادي حيث خلقت بيئة اقتصادية واعدة من خلال مرونة القوانين الاقتصادية وسهولة ممارسة الأعمال والعديد من المبادرات التي كان لها الدور الجوهري في نهوض الاقتصاد الإماراتي وتعزيز مكانته على مستوى العالم وواكبت الإمارات مبكرا التطور الرقمي الأمر الذي تمخض عنه استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة والتي تهدف لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار وتكنولوجيا المستقبل ومع كل هذه المميزات التي ذكرت سابقا يبرز دور الإمارات في إنشاء المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمتخصصة التي تطرح حوافز ومزايا اقتصادية إذ تحتوي دولة الإمارات حوالي 45 منطقة حرة وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة عدة استراتيجيات ترمي إلى تعزيز التنمية والموارد الاقتصادية لبناء اقتصاد تنافسي يستند على العلم والمعرفة وكل ذلك يأتي ضمن توجهات الدولة بالابتعاد عن الاعتماد على النفط والتركيز على موارد أخرى لتنمية مستدامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة